كل ما يتوجه في هذه الحياة يتوجه إلى مقام يزداد به لوعة في الحياة فيزداد لوعة ويزداد شوقا ويزداد تصبرا على ما يجد في قلبه من شوق وهو لا يستطيع التصبر ولا المكابدة نسمع على الحب العذري ما هو الحب العذري وما هو الهوى العذري فقد وصلوا إلى مقام الكلف لا يستطيعون مكابدته فإن عشق أحدهم مات حبه يسكنه القبر لما؟ لأنه لا طاقة له على صد هذا الحب وهذه اللوعة